اشتركوا في القناة في حياته من غير ما يكون مركز في اللي بيعمله الحقيقة انه التركيز بالنسبة للاطفال الصغيرين وحتى للقبار على فكرة بجد محتاجينه بشكل كبير جدا ازاي بالنسبة للاطفال الصغيرين محتاجين التركيز ده علشان نقدر ان احنا ننمي مهارتهم العقلية ننمي قدرتهم على التركيز نخليهم منتبهين اكتر الحقيقة انه دي مشكلة بتواجه كتير من الاهالي كمان التركيز بيكون مهم جدا وقت الامتحانات واحيانا التوتر والضغوط بتخلي الولد او البنت ينسوا اللي مذكرينه حتى لو مذكرين كويس جدا الامتحانات كمان خاصة امتحانات السنوية العامة وانتو عارفين كويس انه الضغوطات قد ايه بتبقى في المرحلة العمرية دي تحديدا او في السنين الدراسية دي تحديدا كتير مننا وكتير من ولدنا بينسوا المعلومة حتى لو كانوا مذكرينها كويس جدا وعارفينها وحفظينها صام ازاي نقدر نحافظ على تركزنا وتركزهم ازاي نقدر نخليهم مركزين تحت اي ضغوط وازاي نقدر نقلل من النسيان ونحسن من مهارتهم الذهنية كل ده هنعرفه من كتاب التدريبات الذهنية للدكتور نور اسامة استشاري تعديل السلوك اللي هنورنا النهاردة في الستوديو ونقدر نعرف منه تفاصيل اكتر عن كتابه وازاي نقدر نخلي اولادنا يقدروا يكونوا مركزين حتى لو هما مضغوطين وقت الامتحالات لكن طبعا قبل ما نتقابل مع دفنا في الستوديو معانا تقرير صورته كاميرا يحكى ان عن استعدادات احدى المكتبات المهمة لفصل السيف ازاي نقدر نشجع القراءة على القراءة في فصل السيف الاجازات بتبقى مدتها طويلة جدا ازاي نقدر كمان خلي ولادنا يستفيدوا من فترة الاجازة بانه هما كمان يقروا تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تان من هدفنا في المكتبة دي ان احنا ننمي فكرة القراءة عند السن الصغير قوي فده بنحاول نشتغل عليه بكل ده وانتها لي الاهالي عدد كبير منهم عندهم وعي النهاردة ان هما يهتموا بالقراءة للطفل من السن الصغير قوي وان هما نفسهم يقروا عشان الطفل يطلع بيشوف اهله بيقروا حيبقى هو كمان خارق احنا بنهتم قوي بان الكتاب الغلاف بتاعه يبقى جاذب للطفل لان الطفل في السن الصغير بيروح على الاشكال والالوان فبنهتم بالذات السن الصغير للنوعية دي من الكتب وفي نفس الوقت حريصين ان داخل الكتاب ده يبقى حاجة فيها فايدة للاطفال عشان في الاخر مين اللي حيشتري هو الاباء فالاباء والامهات لازم يقتنعوا بالمحتوى بس في نفس الوقت لازم الكتاب يبقى جاذب للطفل عشان هو كمان يقبل عليه ما يبقاش زي كأنه مذاكرة يعني يبقى حاجة هو حبيب يعملها احنا عندنا دا المكتبة دايما بيكون مهتمة اقوى بالصيف بالاطفال بالذات فبنعمل دايما كل اخر كل شهر في اخر جمعة من كل شهر بتعمل زي ستوري تيلينج بتعمل للاطفال بتحكيلهم حكاية والاطفال بتحضر دايما كل يوم جمعة الصبحين وفي المكتبة كتب الاطفال دايما كمان بزيد اكتر عندنا في الفترة الصيف وده بيبقى اكتر في الفترة دي واحيانا كمان عشان كده احنا كمان بنفتح فرعين مخصوص في الساحل في نفس الفترة بالذات دايما كل الناس بتقرى روايات وكل ناس بتهتم جدا بالروايات تقرى خوصا فترة الصيف لان اغلب في ناس كتيرة بتحب تطلع البحر وبتقعوا تقرى روايات خوصا الحاجات اللي بيبقى فيها جزء شبايا رومانسي وفي بعض الناس بتهتم جدا بالكتب اللي لها دعوة للتنمية الذاتية او الصيف ودي لها قراء كتير او الفترة الاخيرة بالذات الاطفال دايما كلهم في كل الاوقات لهم طلبات بس الاطفال بيهتموا اكتر بالحاجات اللي فيها انشطة اكتر بيهتموا بالحاجات اللي فيها تلوين بيهتموا بالحاجات اللي فيها صور دايما الاطفال لهم عاجات كتير وفي بعضهم كمان بيبقى لهم دايما سمر بيقول لهم قصص معينة بيقراه في الصيف وبتطلب احيانا فيه مدارس كمان بتطلب ده كمان السوشيال ميديا احنا عامين صفحة مخصوص بنعمل فيه الكبار عندنا وفيه صفحة للصغر للاطفال عن الانستجرام وفيه طبعا على الفيسبوك موجودة عندنا الشباب دايما بيتأثروا جدا بالحاجات اللي بتو موجودة على الميديا خصوصا التيك توك اما بتعمل فيديو صغير على التيك توك بيتكلم عن كتاب معين هتلاقي ده من الشباب كتير بيجي يسألوا على الكتاب ده ففترة الصيف هي فترة بتبقى الاطفال والشباب بيسألوا عن حاجات بيكون زهرت ألطر على السوشيال بيت الاطفال عامة احيانا بيعملوا زي باي بيعملوا بحث كده عن الكتب اللي هم عاوزينها وده بيختلف من فعال عمرين يعني ما كون الاطفال العمر الصغير دول بيجوا المكتبة والحاجة اللي بيشوفوها بتعجبهم بياخدوها انك لو انت اتكلمت على الاطفال اللي بيعد فوق السبع سنين مثلا هتلاقيهم هم بيجايين بدورة عن نوعية كتب معينة واحنا بنوفر دائما انتوها دي لان هم بيدوروا عن عنوين هم بيكون قروا عنها على النت او شافوا عليها فيديو وبتدوروا عليه عشان دي بتبقى نسبة لهم بافضل كتب بيروها فترة الصيف تجعنا لكم مرة تانية وبما اننا النهاردة بنتكلم عن اهمية التركيز والمهارات الذهنية تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض تقرير صورنا مع مجموعة من الشباب عن ازاي بيستعدوا للامتحانات ازاي بيقدروا يحافظوا على تركيزهم خلال الفترة دي تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية بستعد بالامتحانات بان انا بسامر اريز الدرس كله بالنوت ولما بحيث اني بكت بالدرس بحيث اني يعني كده حفزته او كده فهمته برجع النوت بتاعتي اللي انا كتبتها في الفصل واللي هو وصلا كنت حاجة متنشرها بركز عليها انظم قد ولي اول حاجة نشوف احنا امتحان اي جاي وعلي ما وعلي اي اي و همذكر ازاي وكل اخلي مثلا في وقت المذاكرة ووقت التمرين ووقت الخروج برضو بس ولازم برضو ابتدي بالدروس اللي انا مش مذكرها كويس على طوبة مرة اصلا 24-7 فبحير على قد ما اقدر الم المنهج وصحبتي هاي اهم بتساعدني جدا جدا الم المنهج مومي وقابي لما وقت الانتحان وكده مش بيبقوا متوترين هم واسكوين فيا وكده معني موضتي مثلا بتقولي لا you can do it انتي قدها وهانت وكده مومتي اصلا براها بكون متوترة هي اصلا بتهديني لما اكون متوترة يعني هي بتقولي ان انا عملت كفاية وان خالص انا عمل احسن حاجة عندي يعني مفيش في ايدي حاجة تانية عميلة مومتي بتوترة معايا قبل ما تحنت بتوت قولي زاكري قدمت قداري مش عفا ايه وكده مش بيكون متوترين خالص وبعد يشاقوني يقولوا لي good job ان انا اقدر اذاكر والم المنهج في يوم واحد الحمدلله هم بيدعموني في ان احنا ان شاء الله كل حاجة هتبقى حلوة وكده ما ما نزم وقتي لو انا عندي تمرين بالليل بقى اقول المدربة ينفع تجيبيني الصبح اعمل تمريني بسرعة عشان ارجع اذاكر عشان عندي ابتحان بكرة فبعمل تمريني بالليل وفي نفس الوقت اروح اذاكر انا بقى مسكاجول بكتب فيه يعني هو الوقت ده اذاكر الوقت ده اخرج ومعدي هروح التمرين الساعة كذا مش عفاك ايه ان انا مثلا مامسكش فيه موبايل او كده وقعد اذاكر بعد كده قادر ادين نفسي بليه بحب برضو اني اقسم اجزاء منهم لاني لو قعد اذاكر المادة واحدة في اليوم بحسني اني زيقت المادة دي فلازم يكون فيه تنوع انا الزم وقتي بالورقة والقلم ان حاخد اكتب سكاتجون مثلا انا الساعة تارتة الاربعة هذاكر وبعد يامن الساعة اربعة مثلا لخمسة هتغدى اخرج قبل امتحان عشان ابقاش متوترة باسمعها ميوزيك او باخد بيكس وانا بذاكر او انا جوك متوترة اصلا عشان انا اذاكرت كويس وعارف ان انا هعمل كويس بحب اروح التمرين يعني بحس اني كيبة مبسوطة باتمرن تانس وده برضو بيهديني شوية لما باتمرن اسمع غيني هدية اتفرج على فيلم حلو بحبه رجعنا لحضراتكم مرة تانية وطبعا منورنا دكتور نور اسامة زي ما قلت لكم استشاري تعديل السلوك اللي هنتكلم معاه عن كتاب التدريبات الذهنية كتاب حضرتك بجد كتاب مهم جدا منورنا نورك ربنا خليك الحقيقة انه زي ما كنت بقول في المقدمة كبار وصغيرين يعني احنا مش بس صغيرين اللي بينسوا او الولاد اللي عندهم امتحانات بس اللي بينسوا او ولادنا بس اللي بينسوا احنا كمان بننسى احنا كمان محتاجين ننمي قدراتنا الذهنية فكرة القدرات الذهنية بشكل عام يعني احكيلي كده اديني كده نبز عنها شوية ايه اللي بيحصل ازاي بننسى ايه ازا كرة بتاعت مخينا ايه اللي بيحصل فيها اول حد بدأ في الدراسة المجال التدريبات الذينية او البرينجيم كان انشتاين او ممت بدأوا يشوفوا عدد المصارات العصبية بتاعت مخه يعني ايه المصارات العصبية يعني مثلا بحفظ الوقت واحد زاد واحد بساوي اتنين الرقم ده بيتبنينه او بيتزلاله في المخ حاجة اسمها مصار عصبي او انبوبة فلما برجع تاني في الامتحان او في اي طلب عشان خاطر اخد المعلومة اني احفظتها بطلب انا عايزة معلومة فالاشرات العصبية بتروح للمعلومة اللي موجودة في الامبوبة او مصار العصب بتقولها استرجع هذه المعلومة اوكي فانشتغل ان كان بيقول حاجة لطيفة جدا زمان ان احنا ممكن نعرف يبقى مالتي تاسك نركز مع اكتر من حاجة في نفس التوقيت فساعتها بنعرف نقلل اي مشتتات للانتباه ده لو ركزنا معك كذا حاجة في نفس التوقيت كذا حاجة طب هل احنا القدرات الزينية قالك هي عضلة همم المقة عضلة هتعرف تمرنها تركز على حاجة واحدة الفترة طويلة هتتمرنه همم هتعرف تمرنها هتركز على اكتر من حاجة في نفس التوقيت بنفس درجة الكفاءة هتعرف تنميها اوكي الفكرة بقى دلوقتي انا شخص طبيعي ممكن عليها مثلا حد الجامعي انا وانت انت مثلا متعرف يتركز حاجة فترة طويلة همم حتى لو في مؤسرات او مشتتات للانتباه همم مشتتات انا بتشتت دي فروق فردية دي فروق فردية ده مش معناها ان كل البني ادمين بيملكوا نفس القدرات مزبوط قدرة حضرتك غير قدرة حضرتي غير قدرة حد تالت مزبوط اوكي كانت فيه نيس بقى حاجة اسمع عليه من نفس الشعبي اللي هي المقالاتالتي ليس لها علاقة بالواقع بالاعلم زي اللي احنا اتربين عليه اصل فيه ناس المخغر الايمن شغّال الفص الايمن على الفص الايصر وفيه ناس الفص الايصر شغال عن الفص الايمن وهذا ليس لها علاقة بالواقع تماما خالص حتى الجزء اليمين شغال اكثر من الشمال مش حقيقه اي الفص اليمين شيء والشمال بحثوص الصباح وكلها شغالة بحاجة تانية واللي اتنين بيتواصلوا مع بعض بنفس الحاجة. طب. هتقولي لي يا نور طب فيه فروف فردية. طبعا فيه فروف فردية. هي الكفاءة. يعني مثلا هنقول هتقولي لي ليه مثلا السيدات بيحفظوا الطرق عن الرجالة هقول لك عشان دي لها أساس علمي إن المادة البيضة المادة في المخ هي بتحفظ المواقع أو اللوكيشن. بس مش كل السيدات يعني. بس هي النسبة الأعلى في رسم المخ. بيحفظوا طبعا. بس المادة الرمضية هي اللي ليه علاقة بال IQ. الزكاء. ولحن من الكلام عنيه النهاردة ليس علاقة بالزكاء. خد أكون الزكاء مفروض من 90 إلى 120 والأكتب من الكريب أنت واو واحد عبقري. ممكن يكون 2020 أنت جميلة جدا. طيب بس أنا برضو بتشتت. طب أنا بنز عشان ما نمشي علاقة بالزكاء. المادة الرمضية هي ليه علاقة بالزكاء. أوكي. الكتاب اللي حضرتك عملته هو ليه ثلاث أجزاء. مصبور. إيه الفرق ما بين الثلاث أجزاء؟ المراحل. المراحل. بمعنى إيه المراحل العمرية ولا مراحل القدرات الزينية؟ القدرات. القدرات. يعني إحنا كنا شغالين على أربع حاجات مهمة جدا. السيئة التوبيكس السيئة. التركيز الانتباه قوة المراحزة. مهارات الحفظ وجواها أكتر من تدريب فقالنا من شاينفع نعلي الليفل أو نعلي المستوى من غير ما نبدأ استبقوا واحدة واحدة. وعملنا ده لكل مستوات. الصغيرين المراحلين الشباب كبار السن. فقالنا لازم ندرج فهمش ينفع أبدأ في المستوى الثالث من قبل ما أبدأ في المستوى الأول عشان المخ بيبدأ تدريجيا. نفعش مثلا برجع من أجازة يلا زاكر المخ عبال ما يرجع تاني للروتين المخ زي عضلة. فيبدأ ياخد على الروتين. أبدأ طب اذاك خمس دقايق في عشر دقايق في نص ساعة في ساعة دي عشان عضلة تكبر. أيوة. وقدراتنا الزهنية حدرتك قلت ان احنا بنادر ننميها بمعنى انه انا النهاردة لو حاسة ان انا بنت بنسة او انا ست بنسة. انا لو في تمرينات معانا لو عملتها حاسن قدراتي الزهنية. طبعا بس احنا خلينا نقول في حالية اكتر من حتة الموضوع ده هل انا اصلا باخد المعلومة فيه اين ففيه قوت مهمة جدا بمعنى اللي احنا قسمناها الكاتجوري. يعني مثلا الصغيرين ADHD. عنده صعبات تعلق. عنده نقص تركيز وتشتت انتباه. طبعا ده المعلومة اللي انت هدهله بعد عشرين دقيقة هو مش معاك. فبيفصل لمدة خمس دقيقة وعشر دقيقة في برجعة تاني. ففيه تايم كامل هو مش قادي يركز معاك لفترة طويلة. هنطلع شوية المراقين في بداية البلوه. هو عندهم تشتت انتباه ليه علاقة شوية بالدخول المراق. طبعا ده مش هيقدر نفس الفترة طويلة لو يقدر يذاكر او يركز مع حاجة. طيب هنجبر شوية هنعدي شوية مرحلة الشباب كترة ضغط النفسي بيعلي الكورتزول وبيعدي الأدرينين والنور أدرينين فبيقلل شوية بقى بيقفل المصرات العصبية. دي اللي بيقلي مهم جدا بمعنى ايه. دلوقتي انا وانتي كلمنا في موضوع معايا. اوكي. انتي مضغوطة نفسية. اه. فالكورتزول وأدرينين والنور أدرينين زادوا. فبيصد المصرات العصبية. اللي هي ايه. اللي بتاخد المعلومة بتسجل عندها. يا مثلا واحد زاد واحد تسوي اثنين. فمش بتروح أسر المعلومة. او راحة المعلومة. ام. فوقت تتذكرها المعلومة اللي ما تخزنش مش قادر يجي بيها. نسميه النسيان المؤقت. بس في قوي مرحلة. هل هو زاكرة. انت زاكرة طويلة المدى. ولا قاصلة المدى. بنسى. زاكرة السمكة. زاكرة السمكة. فانت فيه مشكلة ممكن قد يكون في الأكل. وفيه مشاكل في الضغط النفسي. او انت عندك مشاكل في موضوع التركيز. فالمعلومات كلها اصلا بيتخش بس في زاكرة قاصلة المدى. فبتنسى بسرعة. واللي هي بتروح طويلة المدى. طيب لو بتروح طويلة المدى. والد جدا برضو تنسى. ليه بنسى؟ عشان خاطر ممكن يكون مضغوطة نفسانا او اي سبب من الأسباب. اه فتركيزي بس بيحصل النسيان مؤقت مش نسيان دايم. اه اه فهمت. حددك اشرت لنقطة مهمة جدا وانت بتتكلم وهي الأكل. احنا عارفين ان فيه ولاد مننا من ولادنا كتير جدا بيمتحنوا في الفترات دي. حتى احنا زي ما كنا بنتكلم مع بعض في الأول احنا فيه مننا ناس بتنسى كتير جدا. اعتقد انه الأكل كمان ليه عامل فيه يعني طريقة في التغذية معينة تقدر تحصل لنا وتنشط لنا ذكرتنا. اه طبعا. زي ايه؟ بص احنا الاسماك المكسرات الحاجات دي كلها من احجات الاسية طبك الاساسية اللي تتحط في الأوم الجسري بأي دواء من أدواء. الأوم الجسري ده هو الايكوال بتاع الاسماك والمكسرات والحاجات دي كلها. فده بيكون موجود في الدواء. خلينا منطقين. قد يكون حد في الشغل فترات طويلة مش قادر هيكل قيمة غذائية او الاطفال. فهنا أوم الجسري ده فيه منها لحد العشر سنين ومن حد خمستاشر فيه منها من ستاشر لحد عشرين. على حسب أعمارنا. بالضبط. فبتاخد كل يوم. ده من نسبالي ده واقع أكتر. عشان لو ما قدتش أخد كل يوم القيمة الغذائية اللي ممكن أخدها. التركيز والانتباه. إيه الفرق ما بينهم من وجهة نظرك؟ يعني إمت أقول ده تركيز وإمت أقول ده انتباه؟ طيب. التركيز هو أنت تعرفي تعملي فوكس لحاجة أو أكتر من حاجة لفترة طويلة. الانتباه هو مقياس لشدة الانتباه مقياس لشدة التركيز. بمعنى إيه؟ الانتباه ليه عندي أكتر من نوع. يعني ممكن يكون التركيز عندك حلو أو وحش. الانتباه عبارة عني مثلا انتباه قصري. لو هو إيه؟ فيه مثلا طلقة ضربت في الهواء. فيه ألم واجعك. فأنت اسمه الانتباه قصري. أو الانتباه التلقائي. لو أنت مثلا إبني قدام بلاي ستيشن بيعطي حلو قوي. طبعا. قدام سوشيال ميديا بيعطي حلو قوي. أيهما هذا التلقائي. عشان هو بيحب هذا الشيء. أو الإراضي. اللي هو مضطر أعمل شغل معين. أو مضطر أذاكر. فأنا مضطرية إنه الانتباه إراضي. اللي إحنا بنشتغل عليه بقى الانتباه اللي هو التلقائي. يبقى أنت غزبا عنك قادرة من قياس التركيز بتاعك لفترة طويلة. يعني أنت التركيز هو الفوكس لفترات طويلة. الانتباه اللي أنت تكوني قادرة تنتباه لأي مدى خارج الشيء اللي ممكن يشتتك. فقادرة تركيزي في هذا الشيء. أو أكتر من طبق. إيه هي المهارات الزهنية اللي حضرتك ركزت عليها في كتابك؟ طيب. إحنا اشتغلنا على الشغل المختلف شوية. مالتسك. ليه ليه الأكتر التركيز من أكتر من حاجة. يعني دائما بقول إن إحنا فيه أكتر من نوع. فيه نوع حد استدلالي أوي. اللي هو إيه؟ أنا بذاكر بشكل بصري. فالأم مثلا ممكن تضغط عليه. بسوى ممكن ياخد المعلومة بشكل الذاكرة البصرية. وفيه حد كتابي لازم يكتب. وفيه حد سمعي. فإحنا قلنا عشان ما نديش الأم وعشان لو أنا مثلا أنا في الشغل ممكن أخد المعلومة مثلا الزباط في بعض الأوقات بياخد 150 معلومة أمنية. فإزاي أخدها بشكل سامعي. وإزاي أعرف أخد قرار صح عشان ما أخدش مأمورية أو مدهمة أو أعمل مشكلة كبيرة. فإزاي أعمل ده. فأعملني أكتر من التمرين. أوكي. قلنا مثلا إن أنا أعملنا الشتات. الشتات دي مدروسة معمولة يعني. بتدوري على حاجة وسط 50 حاجة. الحاجة دي في منها مثلا أربعة. فبتدوري عليه. وأنت بتدوري عليها بتسمعي أغاني مزعجة. ليه أغاني مزعجة؟ أغاني مزعجة عشان خاطر يبقى مشتتات. بخلي مخي يشتتني. فبارغمه إنه هو يعمل فوكس على الشيء وسط 50 حاجة في الشيت. في نفس التوقيت بزود تاسك تاني اللي هو إيه؟ بعد حاجة اسمها number system. بعيدة مثلا من الف الزيرو إيفن أو أد. الزوجة أوفردي. 998 996 هكذا تحت. بعد كده بصعب الموضوع بحط أغاني هنا. وأعلمين وأغاني على ودن الشمال. بزود عدد المخطتات بشكل كبير. ده تشتيت رقيب اللي حدتك بتقوله. طبعا. ده إن دي حتى للناس اللي بتنرفس جدا. فبيخلي المخ يعمل إيه؟ يبهي دي عنده ثبات فعالي حتى الناس اللي عندها مزاج عصبي. فهو بيرغمك اللي انت لو أنا ما قدرتش أعمل فوكس على الشيء اللي بعمله ده. والعد خلاص يبقى التبنيه يتلغى. مش هف أعمله. فبرغم نفسي إن أركز في ده. ومركز في الأغاني اللي سمحها اللي بتحاول تشتتني. وبحاول أعدي رقم صح. بعد كده بندي رقمين في نفس التوقيت. بعدي أدي رقم من هنا ورقم من هنا. يعني رقم زوجي ورقم تأمروش علاقة فردي. عشان أزود عدد المصرات وأزود عدد المرتسك. ده بيعمل إيه؟ ده بيكون عدد كبير من المصرات العصبية. أوكي. فهيما أقولك ده زائد ده. أكبر كذا على طول. يبقى عندك سرعة رد فاعل أو قوة ملاحظة إنك تعرف ترد علي. ده غزبا عنك. بيعمل إيه؟ حتى لو أنت مضغوطة نفسيا. وده وارد يحصل. حتى لو أنت خايفة. مرخوب بيعمل نسمة أقت. وسد مصرات العصبية. فكرة سد المصرات العصبية اللي سجلت المعلومات اللي أنت بتذكريها. مش تحصل تاني. فممكن تعرفي مثلا الآلة من المتحان. بس نسبة التركيز ما بتقلش. ما بيحصرش اللي بعدها بتجيب نسمة أقت أو بطني واجع عيني. ده ما بيحصرش. عشان المخ قادر إنه هو يمرتي تسك. قادي يركز مع ده وده وده. فنسبة التركيز ونسبة الانتباه ما بتقلش. هل في فرق في التركيز ما بين الولاد والبنات؟ بص. الاتنين نفس درجة المادة الرمضية. بس هي بتفرق منذ الطفولة. دي اللي بتفرق جدا. يعني ايه بتفرق منذ الطفولة؟ طيب. أول ثلاث سنين هو بناية المصيرات العصبية اللي ليه علاقة بالتركيز والانتباه وقوة المراحظة والذاكرة. طيب. لما متفرجوا على سوشيا ميديا فترات طويلة مادة المليوتينين المادة دي بتأثر بشكل كبير على بناء المصيرات الحسية. آه. فبتقلل بعد كده التركيز والانتباه لما بيجبر. فمش بيكون زي أقرانه اللي في نفس السن. فبلاقي عنده نقص تركيز وتشتت انتباه لأي مدى خارج التلفزيون تحصيل الدرجة مش أحسن حاجة. طيب. عد الفترة دي. دي بقت حالة عامة. بالزبط. اللي حالدك بتكلم فيها. دي دي حالة عامة. لأن الولاد دلوقتي ما بيسيبوش الدفايس أين مكان هو بيعمل إيه بقى موبايل. آيباد. بلاي ستيشن. يعني بي سي. أين مكان. ايه نوع الجهاز اللي بيتعرض له. دي حالة. طبعا عدينا مرحلة دي. وخلاص عملنا برينجيم. في حاجات صغياء برينجيم. اللي هي علاقة بسيطة بالحصيل اللغوي. ياخد الكلمة. وياخد السؤال. وياخد القصة. فلم يتمهارات. وخلاص. وعد مروري الكرم. حصل له تنمر. حصل له أي مشكلة سلوكية. إرادة أصلا أو رغبة. الضغط نفسيا. نتعرض لأي مشكلة. يعني أي شكل من أشكل الضغوطات النفسية. اللي ممكن الطفل يتعرض لها. نظبط. فالتربية أو التنشئة الاجتماعية. هي اللي ممكن تزاوت التركيز. أو لو عنده حالة صدمة نفسية. بسبب أي سبب. مثلا بسبب أي حاجة. الترباط نفسية. الترباط سلوكية. أو جاء له مرض نفسي. ويساس قهر. الحاجات دي كلها بتقلل التركيز. بديه حاجات قهرية. غير كده هما اللي اتنين عندهم مساواة. في نفس درجة التركيز والانتباه. طيب خلينا نطلع لفاصل. ونرجع نستكمل كلامنا مع حضرتك. على طول بعد الفاصل. بدأ. رجعنا لكم مرة تانية. ولسه معنا ومنورنا دكتور نور قسامة. اللي بتتكلم معي عن كتابه التدريبات الذهنية. وحقيقي إنه كتير مننا كمان كبار. بيشتكي إن إحنا بقينا بننسى. يعني كنا زمان موضوع النسيان ده. دايما نقول عليه إنه هو يعني في سن الأكبر شوية. أو علامة من علامات الشيخوخة. أو كده. واضح إن الشيخوخة بضرت معنا شوية اليوم من دول. لا خالد بساية. في حاجة المسؤولة عن موضوع النسيان ده. وإحنا أكبر. إيه بقى؟ النتروفونات. النتروفونات دي ليه علاقة شوية بالذاكرة. فتلاقي مثلا اللي انت خدت دلوقتي عادنا نتكلم ساعة. فخدت الحصيلة عشر دقيقة. ده لها مليون سبب. مليون سبب الضغط النفسي ممكن يعمل أكثر من كده. عشان إما يتخذ وقود. إما زي البنزيم اللي بيتحرك. أو إما بقى يبقى ضغط نفسي. مش قادر تتعامل معه. فبيأثر في انسداد المسؤولات العصبية. وبيعمل حاجة اسماء المادة البيضة في المحور العصبي. الموجودة في النقلات العصبية بتاعة المخ. بتزيد. فبيبدأي تحسي أنا مش مركزة. أنا مصدع طول وقت. أنا مش قادر يركز حتى في شغلي. الإيكوال بتاع الشغلي انت مطلعه. مش أنا. مش أحسن حاجة. فده بيأثر أكيد بالطقاء على التركيز. وده بتحسنه إزاي يا دكتور؟ طيب. احنا بقى بنعمل إيه؟ بنعمل حاجتين. حاجة في البريين. وحاجة في المنتالتي. بنعمل حاجة في المنتالتي. بنتكلم إزاي نعمل بريين ماب. بريين ماب يعني نبدأ نغير واقع. يعني بنبدأ نحط أسئلة وأجاببها عشان نحاول نعدي. حاجة اسمها منتال أكاونت ومنتال ديركشن. يعني إيه؟ يعني بيقول مثلا هل الضغط النفس في حياتنا هينتهي؟ الإجابة هي لا. فاحنا لازم نتعامل معها. فبنيجي بقى السؤال البعض. طب أنا مفروض أنا أعمل إيه؟ اللي أنا مخطط لنا عايزه. فده بيقولون هدف عند النجوم وهدف عند الأمر. هدف بعيد عشان يبدأ البني آدم يحس بتجديد الطاقة. وأنه عايز يعمل حاجة بعيدة طولة المدى وحاجة قصيرة. فبنبدأ نغير الروتين خالص. من أنا مضغوطة لأ إلح الطوبيك اللي أنا عايز أعمله. وأبدأ أعلم عليها كل يوم. فده بيعلي الأندروفين وبيعلي السرطونين وبيعلي الدوبامين في المخ. ماشي. فبيبدأ يشعر بالسعادة. فبيبدأ معدل الضغط النفس الأدرانين والأدرانين والكرتزول. بيبدأ يقله. فبيبدأ هلمونات السعادة اللي أنت ممكن تغذيها في دواء. وده طبعا صعب جدا. تغذيها دواء تبدأ بموجود بس بشكل طبيعي. بتكون أنت المتحكمة في الهلمونات بتاعت المخ. فبيبدأ المنتاليتي أو حالة من السعادة بتكون عندك. بعد كده بنبدأ نحط الموديفيشن. إيه ده وفع اللي تخليكي عندك استمرائف ده. عشان أنت اللي تكوني. حاجة فيه كتاب اسمه تعلم قيادة أفكارك. اللي أنت تتعلمي القيادة أو السواقة بتاعت التفكير بتاعت المينسيت. عشان دايما بقول معظم الضغط النفسي المفروض دايما. اللي المخ هو اللي بيسيطر على المينسيت أو التفكير. بس احنا العكسة بيحصل. لما بيكونوا مضغوطين أن التفكير هو اللي بيسيطر على المخ. تاني حاجة فقط برينجيم. بنبدأ نعمل تدريبات تخرجنا خالص بقى برا موت تماما. يعني بنبدأ مثلا حاجات الخرز اللي بنعملها دي أبيض وأصفر وحاجات دي. فيها تدريبات أصفر وبيض والحاجات دي كلها بتخرجني خالص برا موت. وبتخليني مالتي تاسك. وفي نفس التوقيت ممكن عد. بنعمل مثلا بقرأ قصة معينة قبل ما نام. بعد كده بصحى بسرد بفتكر نفس أحداث الطوبة اللي أنا قريتها في القصة. عشان أزود تركيزي. ببدأ أراها دلوقتي أو خلي حد يقولها لي. بعد كده ببدأ أرجحها مرة تانية. ببدأ يبقى فيه الشتات محتوطة فيها أرقام معينة محتوطة. وبعد أرقام عكس التانية. بزود الشتات اللي فيها المشتتات أكتر. عشان خاطر أزود تركيزي. فيه تدريبات لسرعة الانتباه لطيفة جدا. عبارة عن إيه؟ ألوان مثلا كبايات فيه ست ألوان. وإحنا دايما بقولك مثلا واحد زياد واحد. ممكن حد يجاوب في ثانية. في حد يجاوب في نص ثانية. في حد يجاوب في سري بوند زيره. طبعا كل واحد على حسب قدراته. بالضبط. ده بنعمله بقى في تدريبات. فتلاقي مثلا كباية جوة كباية الخضرة. فيجيب لك اللون الأزرق. فتغيرك كباية بسرعة. بيعملك الفواصل بيخليك عندك سرعة رد الفعل أو قوة ملاحظة أسرع. فتلاقي نفسك استجابتك أسرع. فبيأثر بيزود تلقائي على التركيز. الحقيقة أنه مهم إحنا كأمهات كمان. أو حتى يعني كأهالي بشكل عام أمهات أو أبهات. نكون عارفين قدرة ابننا أو بنتنا على التركيز. ليه؟ لأنه تحصيله الدراسي. مش شرط يكون شبه تحصيل أي حد دراسيا. أحيانا أنه بيكون في ناس أرقامهم أو درجاتهم على المستوى الدراسي. مش أحسن حاجة. بس في حياتهم بعد كده بيكونوا محققين نجاحات كبيرة جدا في مجالات تانية مختلفة. إزاي أكون عارفة؟ إن هي دي قدرة ابني. وماكنش بطلب منه أكبر من إمكانياته. وأكبر من قدراته. علشان مظلمهوش. وفي نفس الوقت أنا كمان ماكنش محملة نفسي ضغوطات. وكأني يعني دي مسؤوليتي أنا بس. طيب. أول مبدأ بالنسبة لي حامل أبوين. بلاش أنا عايز ابني يطلع كلها معينة. أنا كنفسة خشرة. أو أنا فيها أو أنا شايفة ابني فيها. لأنه فعليا قدرات الولاد ما إزاي بعض؟ حقيقي. ده حقيقي. ربنا ليه أنواع الزكاة نزلت للكتب؟ أنواع الزكاة نزلت عليك حد عنده زكاء لغوي. شاطر جدا في العربي أو الإنجليزي. حد عنده زكاء كتابي. حد شاطر قوي في الماث. حد تاني شاطر قوي في الساينس. مظبوط. حد تاني شاطر قوي في الأرت. على فكرة ممكن يكون فنان. وفي حد عنده زكاء اجتماعي. هو اجتماعي جدا. وممكن حد يكون رياضي. حقيقي. وفي حد عشان كده الزكاء الحركي فتلاقيه هو في الرياضة شاطر جدا. عشان هو عنده حاجة اسمها الزكاء الحركي. أو عنده زكاء اجتماعي. فهو في السشري حلو قوي في الأرت. في الحاجات دي. في الغنى. في الحاجات دي كلها موسيقى شاطر جدا. بالزبط. انا بفضل اضغط عليه. اضغط عليه. وهي دي امكانياته في حقيقة الأمر. هي دي امكانياته. يعني انا بطلب منه حاجة برا قدراته. زي ما انا دلوقتي مثلا واحدة مصرية انا مصممة انها هتتكلم ياباني. ما هي. هي دي قدراتها هتعمل ايه. انا دايما بقول. اللي احنا دايما في استقبال ولادنا. في الطبيعي بتاع البيوت. كخ يا بابا. عيبي حبيبي. ملاش كده. ما هي تعملش كده. فمنطلع نوع من عنوع القمع في ولادنا. اللي يطلعوا زي ما احنا عايزين بالزبط. نختار تصريحة شعرهم. نختار مدرسيتهم. نختار كل حاجة في حياتهم. فدي كارثة. انا شايف دايما. ان في سن لحد دخول المراقة. كراكتب بلدنج. الثقة بالنس. انا بساعده. ان انا احببه في الحاجة اللي هو بيعملها. دي يعني. جاب درجات وحشة. ما انا لازم ابص. الهسر بتاع ايه. يعني مثلا بقانه باخوه. بقانه بحد من جرانه. بقانه باخته. بقانه باخوه. بقانه بلا لنا اسمهوله. ممتن كمان. وفي حاجة باقي تانية مهمة جدا. خلاني لحد دخول الكيجي. نبدأ نتطمن من الايكيو تست. اختفار الزكاء. اللي هو طبيعي. عشان ما اصدموش بعد كده ويطلع. فهمك. طبعا. نتأكد لو ما عندوش ديسكرافيا. ما عندوش ديسكرافيا. ما عندوش صعبات كتابة. صعبات خراءة. في ناس عندها صعبات حركة. فبعمل ايه بسا. صعبات الحركة دي مش قادر يمسك الانم كواس. صعبات الكتابة مش قادر يتملى. فبقول له ايه. انت مش حاسة تتملى. فبرمي عليه حاجات هو. المخي مش قادر يعمل ايضانية في نفس التوقيت. مثلا. عنده مشكلة فعادات دقيقة. عنده صعوبات حساب. ايوه. مش قادر واحد زي دوع. عربي. فخليني نتطمي الاول على الصحة النفسية بتاعته هو صغير. ودي الاهم. لو ما عندوش. ودي الاهم. بعد كده نبدأ نساعده. التحصيل الدراسي بقى والدرجات دي. يعني كل واحد برضو على حسب امكانياته اعتقد. مظبوط. اعتقد ان ده الغلطة اللي بنقع فيها كلنا. ونتعلمها بعد كده بالوقت. بتكلمنا عن التغذية اللي لي علاقة بالذاكرة. وعايز ارجع لها مرة تانية. عشان برضو نأكد على الموضوع ده. حريك ذكارة الأوميجا ثري. حريك ذكارة الأسماك. المكسرات والألوان والألبان كلها. والألبان. صحيح كده. والجبن والجبن. الجبن. اوكي. متكات الألبان. مش فارقة بقى حدقة. خالص. بلحها عامل ازاي. بيضة. صفرة. خضرة. مش مشكلة خالص. متكات الألبان. المكسرات. الأسماك. وطبعا الخضروات. عشان نغذي ولادنا برضو مظبوط. واحنا ككبار كمان ده ممكن يفرق معانا ولا خلاص بقى. دلوقتي احنا نعتمد على الأوميجا ثري ونروح نشتري فيتامين زول خلاص. بالعكس احنا المخي بيكون عضلة. فاحنا كل ما بنجبر كل ما تضغط النفسي عشان المشاكل بتحصل حوالين كتير جدا. فكل ما الكنتزول بيزيد كل ما هتحس اللي في تأثر اللي انت بقيت حالة بنسميها المزاجة العصر. الحالة المزاجية بشكل عام مش هي هي. حالة جاء مختلطة اللي انت كنش هي بتعصبي انت بيتنرفزها مش حارفة مودك قافل ليه. او كسلانة. مزبوط. او كسلانة. ممكن اكون كسلانة ما عنديش طاقة. مزبوط. فكل ده بيأثر فلما ينزبك الارتزول بتحقي انت بحظك بقى. يعني ما تلاقي مش قادرة تركزي مش قادرة نفيش انتباه. فصلة خالص. البيهيفير بتاعك مش بقى زي زمان. يقيمة عضوانية وعنيفة. يقيمة مرعزلة تماما على المجتمع. فانت لما بنجبه بالعكس ده همحتاجين اي حد يزوقنا. أدوية زوقنا يبقى مصموح من اخدها. طبعا. حاجات كويسة. حاجات برينجيم. برينجيم من حاجات اللي بتديك السبات الفعالي. وبتعرف التخرجك لو في حاجة مدئكي. يعني في برينجيم مثلا بيقولك ميكي ماوس. طادي لو حد موقف دايك تتخلي ميكي ماوس. وطادي تعدي. خالص بقيت في موت تاني خالص. او في تركيزك راح لحتة تانية خالص. انا ملاحظة كمان انه احنا بجد الجيل بتاع ولادنا ده. هو جيل مشتت. يعني الجيل ده مشتت بشكل كبير جدا. بسبب طبعا التكنولوجي الغير مسبوقة اللي اتعرضوا لها. احنا شخصيا بننباهر بيها ككبار. فما بالك الاطفال بقى. يعني تخيل لو احنا. واحنا اطفال كان عندنا هذا كم الهائل من الديفايس والصورة والحركة والبيستيشن والالكترونيكس اللي بنتعرض لها واللي هما بيتعرضوا لها. وده طبعا جزء كبير جدا من تشتيت انتباههم او اللي بيساعد على تشتيت انتباههم زائد التغذية. الولاياتي برضو اتولدوا في زمن الجنك. اتولدوا في اوقات كمان مش قادر قلومهم لانه بجد المغريات كتيرة جدا. يعني انا بقول دايما انا لو في مكانهم واحنا اطفال لو كان عندنا كل الحاجات دي احنا كنا هنبقى زيهم. اه وبص يا هو فيه فروفر دي زي ما انت قلت حتى في الموضوع التربية. يعني بشوف دايما لي بشوف بلاقي مثلا حد نجح جدا. لي بلاقي حد زي محمود صلاح. وحد مش يعني ما حاجهش حاجه في حياته. انا مشوف الموضوع التربية. يعني انتي لما تولد. على حسب تعود على ايه. لما تولد. انا اسيبه بقى دامتي في زن موبايل عشان خاطر بيزن. فهيكبر على هذا المنوال. واللي يدي له حاجات برينجيم ونزله رياضة. وعمله اكتيفتي مختلفة وحاجات مختلفة. فبريماب بالنسبة له يختلف. فلاقي ثقة بنفسه من خلال ممارسة حاجات مختلفة. يبقى عنده كراكتر بيلدنج وعرف هدفه وعرف هو عايز ايه. فمن ثالث بتتغير. واللي يسيبه دام سوشال ميديا بقى يبدأ ياخد المعلومات. ويلاقي اسلوب اسقاط وانشوز دفاعي. هو مستمتل بالعالم الافتراضي. اه وانا متسر ليه برضو سيبني في حالي فما فيش مشكلة. مزبوط. فهو نتاج لينا ونتاج لتربية. الولاد دي برضو ما كلتش خدار كتير. بحيث ان الولاد دي ما تغذيتش كويس. يعني ما كلتش خدار كتير وما كلتش فاكه كتير. حتى القلبان تحس ان هما برضو يعني مش عارفة حاسة ان تغذيتهم حتى مختلفة عن تغذيتنا. يعني انا لما بفتكر طبعا كل واحد بيربي بطريقة. وكل واحد بيأكل بطريقة. وكل واحد زي ما حضرتك قلت ان كل واحد زي ما بيعود ولاده. بس اصد انه حتى احنا خدنا قدر من التغذية مختلف. وخدنا وقت مختلف. الولاد دي الدنيا عندهم سريعة جدا. اكلهم سريعة جدا. شكل حياتهم سريعة جدا. يعني ما تغذوش كويس برضو بحيث كده. تب اقولي حاجة مناسبة بسرعة دي وليه علاقة بالموضوع الاكل عموما في حياتنا. اه ادرج مرض السرعة ضمن الامراض اللي احنا الاسف في حياتنا. احنا كأولاء امور يعني كأب وام مثلا. اه. هي بسرعة. كل حياتنا بسرعة. يلا نطلو حاجة بسرعة. ايقال حياة بقى بسريع جدا عندنا. فهم برضو هما انتك لينا سلسل. احنا شكلناه. فهو خد على هذا المنوال. خد على هذا المصار يكمل فيه. فاحنا لو عودناه. هو ده نفس بزبط البرين ماب. متل اكاونت. هو واخد على لايف ستايل. هيأكل حاجة صحية. هيأكل معاني اكل في النادي. هيأكل ممنوع. هيأكل مبرة. هو مرة في الاسبوع. فلايف ستايل في حياته الروتين بتاع الحياة اللي فيه استمرارية. هو ياخد مرة في الاسبوع. غير ما هو واخد دايما يكلم دريفري. طبعا عاجل ده. هطلب. هطلب ايه هطلب ايه هطلب ايه. فانا ده ما بقول مثلا. اكاونت دا 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 دياليكشن. رصيد الزهن بتاعي. ما فعش هكلم في التليفون. من غير ما اشحن. فالنوع الشحن. المعلومات اللي بتخش مخي. ايوه. اللي بتاعيش. يعني فيه حاجات في حياتنا. هيأكل على الروتين. بتلاقي نمسك مثلا. النظافة الشخصية ده تعلمناها. تعلمناها. اخذ سناني. صح. فعلى حسب ما هو هيتربى. هي دي اللي فروق الفردية في التربية. ام. ولا التليل الزيت. عايزة اخلص منه. فعايزة رايحه. اوه عايزة يبقى مصود جدا. فبعمل اخطاء في التربية. مش عايزة اكون ام بتضغط عليه. ومش عايزة اكون ام بتغلس عليه. وبنقع دايما في الحتة دي. ما بين اني اكون واحدة عايزة اكون منظمة جدا. وفي نفس الوقت بعمل كل اللي علي. وفي نفس الوقت مش عايزة بقى غلسة قوي. فبسيبه شوية براحته. يعني. في كده حتة في النص بنتو فيها. في حتة عند اولادنا. اللي انت بتقولي عليه دي. اللي انت بتززي العاطفي. هم. 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 وفي الخطري. فبرجع في كلامي تاني. فبرجع في كلامي. بيعرف يا بتزيني او انا مش فرقة معي. فابدأ احس الابني متضايق. ايوه. فبخاف على صحة نفسية. احنا مبتزين تماما. عمت. يعني. احنا عايزة اقول لحضرتك ان انا بقابل ناس كثيرة جدا بتطلب مني. الحقيق ان احنا نجيب كتب ليه علاقة بالاطفال. وليه علاقة بالتنشئة. وليه علاقة بالتربية. وليها علاقة بالبارنتن كمان مش بس بالأطفال كمان ليها علاقة بالاب والأم وازاي ربه وازاي كباره وازاي تعلمه من أخطأهم لأن احنا كلنا بنتعلم يعني احنا سنقول في كل حاجة سنقول أم بالبيبي وسنقول أم للمراهق وسنقول أم للبنت وسنقول أم للشاب كل حاجة بتعدي علينا احنا كمان بنتعلم معاهم ده حقيقي احنا الأساس يعني في يماchas وانيس قلتك انتفاقة أنا وذاوجتي ان ربي ابننا على القيام الحميدة ولكن انا اكتشفت ونحن نربيهم أننا نربي أنفسنا معهم طبعا إحنا أساس يعني عايزة ربي ولادي بفضل ربيهم اتعلمنا منهم كتير برضو وغيروا فينا كتير الولاد يعني الولاد بتغير في الأهالي وده على المستوى الشخصي وأعتقد أنا بشوف ده كمان وسط الناس كتيرة جدا الحقيقة أن الولاد بتغير في أهاليها كتير جدا عايزة تكلم معك شو عن جزئية النوم أعتقد أن النوم ممكن يكون كمان ليه علاقة بالتركيز بشكل كبير جدا جدا نومنا عمل إزاي؟ حلوة طيب خلينا نتكلم على الطبيعي الأطفال اللي بتفرجوا على الشاشة الزرع من الوتينين قبل ما ناموا أو الكبار اعتقدا مننا لحنا دي حاجة لطيفة كدا وهي هكون دي ركس كدا أسمع موسيقى لطيفة قبل ما ناموا دي كارثة بكل المقاييس كارثة بكل المقاييس عشان دي بتزود ده في أبليكيشنز ليه علاقة بالمزيكة أو بالموسيقى أو بالميوزيك اللي بتساعد على الريليكسيشن والنوم أي حاجة لو أنا شايفة أهم حاجة فيش حاجة بصرية أي حاجة سماية تمام جدا ما فيش مشكلة في دي إنما أشوفها لأ الشاشة الزرع دي بتأثر بتعمل أرق فتعمل يبقى أرق ما قبل النوم فتلاقي نفسك أنا ناما ساعة أو ساعتين مش قادر أخش في النوم حاجة اسمها مرحلة N3 مرحلة العمق في أثناء اليوم فبقايجي أنا من ثلاث ساعات أو ساعتين بتوصل ممكن توصل للمرحلة التوقف المفاجئ في التنفس جهاز تنفسي فتلاقي بداية فيه كرشة نفس بدأ يشعرها عشان هو عنده أرق بعد كده الضغط النفسي بيبدأ يزيد بعد كده بيبدأ عنده المزاج العصبي بعد كده التقلبات المزاجية وده طبعا بيأصل على التركيز بشكل كبير جدا طبعا ده جزئية فيه جوائق جزئية تانية فيه نسبة سبب القرق أثناء النوم بيخش في اكتئاب ليه؟ بينامش كويس جسم ما بيرتحش كويس طبعا الكوابيس هو عمتا أنه قلة النوم أو نوم المتقطع أو نوم اللي مش مزبوط بيوتر صح بيوتر يعني اليوم اللي تصحى فيه وانت مش نايم كويس انت عارف ان اليوم ده انت متوتر حيئي ومع الوقت بقى بتاني الكارسة قلت ممكن توصل معاك إلى الهلع الليلي أو الكوابيس يعني ايه؟ الكوابيس دي اللي انت مش قادر تنامي فتحلمي بكابوس صعب جدا فاكرا بتوصل الهلع الليلي تقوم كل يوم الشك أحمر ومدقة جدا وحاسة انت بتنرفزه ومش فاكرا حلم وده بيأثر أكتر على الأرق وده ممكن بيجيب توقف رعضة تحس ان انت مش قادر تأخذ نفسك قوي كتيرة جدا فبيخش معاك إلى اكتئاب أو هوس اكتئابي وبيغير تمام الحد وممكن نوصل في بعض الأوقات إلى الطلاب الكتئابي انت حالتك المزاجية متقلبة بالسبب اللي انت في البداية في النوم كل يوم لازم امسك الموبايل أو اتفرج على التلفزيون عشان اعرف هنام ده احنا أوقات بندخل القوضة على ولادنا نلاقيه نايم ومسك الموبايل في ايده يعني انت بتاخد من ايده الموبايل بعد ما قنام يعني دي بتحصل لنا بصراحة أوقات بس أنا في الآخر بقول انه تمامي يعني ممكن في مرة بيغلط المرة دي في مرة بنعديها في مرة بنحاول ننظم موعيد النوم طبعا سباشي لو في دراسة وفي صحيان بدري وفي نظام أنا على المستوى الشخصي مثلا من الناس تحبت نام بدري يعني انا بحب نام بدري واصحة بدري وانا بشوف انه تنظيم النوم بشكل عام ده شيء مفيد جدا ان الواحد يكون عنده معاد للنوم خلاص بعد دي لأ ده انا لازم انام حالا او خلاص يعني انا يومي خلص هنا وتسحى بدري ده ده مهم جدا إلا بقى طبعا لا لو فيه اجازات بتاع مش عارف ايه بتأخر ساعة في الصحيان الكلام ده كله ده بيحصل بس كنظام لا يعني النوم بدري وصحيان بدري ده مهم بيوصل ادمان سلوكي لو انت كده ده ادمان بتتعود بقى عليه خلاص ايما يكون ايجابي او سلبي بالزبط فلو سلبي بحاجة اسمها متلازم تأخر النوم متلازم تأخر النوم دي بتوصل معاك الى الصعب اللي جاء فيها خلل بأصل ماك حتى على الجهاز العصبي حس ان انت متوترة حس ان انت هزيلة اللي انت مش قادرة ما عندكش القدرة الزهنية اللي انت تتعاملي مع الناس فدي ادمان بس على حسن ما تاخد الروتين يعني دايما بيقول الروتين هنا نحطينه بنتعود عليه هي عبارة عن السلوكيات الشخصية مجموعة السلوكيات خدت عليه فقطة طويلة هيبقى ادمان ياما ادمان كان ايجابي ياما ادمان سلبي ففكرة النوم طبعا مهمة جدا عشان بيأثر مش بس على التركيز بيأثر بقى كده على الزاكرة يعني بقى أثر على الزاكرة بتلاقي بقى الزاكرة قصيرة المدى وبتلاقي نفسي تقالبات المزاجية وبتلاقي نفسك المزاج العصبي اللي انت كل موقف ممكن تغلطي فيه علشان مفيش ستوب اللي انت بتاخدي لحظة من اللحظات مثلا بقول ايه قادر خمس سويني بتعدي من خمسة زيلة عشان تاخدي لو حد يتكلمك عشان ما تقولش كلمة غلط فلا ده ستوب ده مش موجود فده الردود افعالك متسرعة وده التامير جيدك كتير جدا قبل اللون بقد ايه المفروض اسيب الموبايل واسيب كل حاجة حولها يعني مش قبل ساعة مص ساعتين وبناخد اي حاجة مفاش مدرات بول اي حاجة سخنة مفاش مدرات بول ممكن اسمع موسيقى اي حاجات من حاجات زي يوجه حاجات روحانية اللي ممكن تريحني جدا اه على حسب مين بيحب يسمع ايه كل واحد يسمع اللي بيحبه بالظبط بس حاجة هادية طبعا لو كان اطفال او شباب انا بفضل القصص اللي هي علاقة بكراكتر بيلدينج او الهيرو او القصص القوية جدا بس لو مراقين بقى هتقعدهم تحكي لهم حكاية خالص لا الكتب يعني ممكن اساعده انه يختار حاجات اللي ليه علاقة بحلمه ليه علاقة حد عمل كذا علشان محارة الان ايه انت مثلا اخر المعلومات خدتيها او المعلومات اللي خدتيها طول اليوم هيدي لو انت قدرت تنامي سبع ساعات او ثمان ساعات حتى بيقولك لما ذاكري ونامي علشان المعلومات دي بتبدأ تحتفظ او بتروح للذكرة طولية المادة وانت نايمة فحاولي حاجات دي علشان له حاجات دي لو فيها اكشن او افلام رعب هتحول لكوابيس وتأثير ومسابي انا بشكرك جدا دكتور نور على وجودك معنا النهاردة الحقيقة حلقة مهمة حلقة ثرية جدا حلقة فيها معلومات كمان تهمنا في بيوتنا المصرية بشكل عام ان كلنا بتواجهنا المشاكل دي انا بشكر حليك على وجودك معنا النهاردة بشكرك ربنا خليك مرسي جدا بشكر طبعا ديفي اللي نورنا النهاردة دكتور نور اسامة استشاري تعديل السلوك اتكلمنا معاه عن كتابه مهارات دهنية والحقيقة انه حقيق جد احنا كلنا محتاجين ننمي مهاراتنا الدهنية بشكل كبير جدا على جميع المستويات مشكركم يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة زي النهاردة كان معاكم رانيا السيد شكرا